السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا طريقة لمعالجات الميديا تيك ازاي تفعل يعني تفعل خيارات المطور عشان تتخطى حساب جوجل لو الصغارات مقفولة. طبعا الطريقة دي بتنفع لمعظم اجهزة المعالجات بتاعتها دي يعني زي اه الحاجات اللي احنا عارفينها يعني اللي هي المعالج بتاعها بتفعل كود في مكلمات الطوارق بيفعل لك. طبعا مكلمات الطوارق بتبقى مخفية. هنقدر ان برضو من خلال الطريقة دي. هنفعل برضو عن طريق الصغرة اللي هنشرحها دلوقتي. تمام? عن طريق اي اداة بتدعم تفعيل الصغرات المتصفح. تمام? بس لازم تكون مفاعل اللي بتبقى موجودة على شاشة الكمبيوتر على يمين اللي تحت دي. تمام? وبتوصل كابل تكون مفاعل طبعا شبكة الواي فواي مشغلها اثناء فتح صغرات المتصفح. علشان دي هتنقلك بعد كده على رسالة. هتجيلك على الشاشة وبعد كده هتفتح بها بقى اللي تشوب وبعد اللي تشوب بقى تتخطى عن طريق صغرات احنا عارفين عشان نفتح المكلمات الطوار. تمام? طبعا في الحالة دي بنضغط مسلا على اللي تشوب بيبدأ بعد كده جيلك رسالة على التليفون. الرسالة دي بتفتح لك بعد كده آآ قايمة اللي انت تخش عليها آآ زي ما انت شوفين اهيلية دي. تمام? بنضغط عرض مسلا وبعد كده بتكمل بقية الخطوات. بس لازم عشان القايمة تشتغل معك لازم تكون مفعل تمام? هي موجود على يمين شاشة الشاشة تمام? تحت الصورة بتاعتي هتلاقي كلمة موجود على يمين كده. تمام? آآ بعد كده بندخل على اي فيديو. تمام? افترضنا مسلا القناة بتاعتي. محمد صوفت. طبعا عندي يا جماعة تلت قنوات يريد تعملوا متابعة لهم. طبعا التلت قنوات بيكملوا بعض. يعني هتلاقي نرفع فيديوهات هنا ورفع في قنوات التانية وقناة التالت. يعني ما تثبتش نفسك على قناة واحدة. ليه? انا عامل تلت قنوات كده قناة احتياطية لقدر لاحظها الحاجة وبعندنا قناة نبدأ نرفع عليها بقى الفيديوهات. تمام? او في بعض الفيديوهات انا بجزاها اللي على القناة الاولى والقناة التانية والقناة التالت. يعني بشكلها كده. تمام? طبعا انت طبعا بتخش على الفيديو مسلا كمسال عشان تفتح الصغر بقى الصغر يعني تفتح المتصفح. هتلاقي كلمة مشاركة. او بتضغط على اللي هي المزيد. اللي بتبقى تحت الفيديو على طول. كلمة المزيد. اللي هي دي. وهلاقي روابط انا ضيفها تحت. لو دغلت على اي روابط هيفتح لك المتصفح دي اول طريق. تمام? يبقى انت كده عندك اول صغر عشان تفتح بقى المتصفح. بعد فتح من خلال الاداة. هتضغط على اي رابط من تحت الفيديو. تمام? او تضغط كلمة مشاركة. وتضغط على التلات نقطة دول المزيد. وهنضغط على اللي هو المتصفح ده. تمام? فونيكس. هفتحنا صفحة المتصفح اللي هو فونيكس ده. هنكتب هنا ايه بقى? هنكتب علي حساني. هيدخلنا على موقع الاستاذ علي حساني. الموقع دي فيها روابط كتير مقتصرة بتفتح الاعدادات. تفتح تمام? اختصارات يعني. هنحتاج الاختصارات دي. اهو. بنتضغط هنا كده. وبعد كده هيفتح لنا الموقع ده. هنزل تحت كده. تمام? ونضغط على لوحة الاتصال. شايفين? لوحة الاتصال دي. دي اللي هتفتح لنا لوحة الاتصال الداخلية بتاعت التليفون. اللي هي المخفية اللي ما ظهرتش. وهو واقف على حساب جوجل. اهو. هنمسح ده كله كده ونكتب بقى ايه بقى نجمة شباك تمانية خمسة شباك. يا اما نجمة شباك تمانية ستة شباك. يعني لا كده لا كده. تمام? نجمة شباك تمانية خمسة شباك او نجمة شباك تمانية ستة شباك. هيتعلك القائمة دي. القائمة دي هيجي لك صوت تسمع صوت كانو تفعل. بس ما فيش حاجة ظهرت على الشاشة. تمام? يعني هزغر لك صوت كانك مفعل ايه? كان لك فعلته يوسي بي. طب في الحالة دي عشان نتظهر لك الرسالة اللي انت محتاجها. اللي هي تصحيق اختار يوسي بي. اللي احنا بتجيلك عشان بتدها سماح. تمام? بعد ما تكتب مسلا نجمة شباك تمانية خمسة شباك. بنضغط. اللي هي موجودة في الاداة. او اي اداة بتدعى بالتفعيل. تمام? اهو. بنضغط على الرسالة دي. اللي هي خانة دي. في الحالة دي هيجلك اشعار على تليفون دلوقتي. شايفين? صورة مش عافية واضحة ولا لا? اهي. بنضغط سماح. وبنضغط بعد كده على المربع ده الاول ونضغط سماح. كده انت فعلت الادبي. خدوا بالكم اللي هيحصل دلوقتي. الشاشة هتطفي وهيتخطأ الوجهة نهائي. يعني هتخطأ وجهة اللغة ووجهة الجيميل نهائي. تمام? هشيلها لك خالص. هتلاقي جهاز فتح معك بشكل كامل. كده جهاز طبعا زي ما انتشيبين كده بدأ يحمل معانا. وطبعا نستنين بقى ايه يخلص معانا واشيل الوجهة الخاصة بحساب جوجل. طبعا زي ما انتشيبين كده بطاقة واحدة. عن طريق تفعيل كود اللي هو المكالمات اللي نجمة شباك اه تمانية خمسة شباك او نجمة شباك تمانية ستة شباك. في الحالة دي بفعلك الادبي هو ده اللي احنا محتاجينه الصغرة اللي هي خاصة بتقطي حساب جوجل. تمام? طبعا لو انت جربت صغرة اللي انت تعمل مش هتقبل معك. تمام? اه جربت اي صغرات اللي مش هتقبل معك. دي صغرة كويسة. تريد تستخدمها عن طريق كود المكالمات. زي ما انا شرحت كده. الطريقة دي تنفع لمعالجات الميديا تيك. يعني مش شرط الجهاز ده. مش شرط الجهاز ده. تمام? هنبدأ نخش بقى على القوام القصة بالجهاز ونشوف بيانات الجهاز ايه. تمام? وكان اكس ستمية وسبعين. تمام? من اجهزة الانفينيكس. بس هنتأكد تاني من الموديل عشان تعرف الموديل اللي احنا شغلين عليه. نقطع على الهاتفي. ايه زي ما نشوفين كده انفينيكس نوت اتناشر. نوت اتناشر. تمام? وانظر التلاتاشر واكس ستمية وسبعين اهو. اهم حاجة في اللي دي كلها مش انفينيكس نوت اتناشر. اهم حاجة في اللي دي كلها الموديل اللي هو انفينيكس اكس ستمية وسبعين. او تكتب اكس ستمية وسبعين. هو ده المطلوب. طبعا هليو جي ستة وتسعين. هليو جي ستة وتسعين. جهاز حديث. يعني ممكن مسلا مش تزبط عليه. اه يتخطى بس مش هيزبط معه. عشان اجربته على عمل عملية التخطي وكل حاجة. وجاب وكل حاجة افتح الجهاز. الجهاز واقف على حساب جوجل. في الحالة دي اتطرية اعمل فيديو. اه عن طريق الصغرات دي عشان اقدر افتح الجهاز ده. ممكن يجي لك اه في المحل. ما تعرفش تفكه حتى لو انت عندك ادوات اه اللي احنا المستخدمة. تمام? يبقى احنا نكتب الكود ده. هو ده المسؤول عن تفعيل اه اه زي اجسر هوا زي مكالمات الطواري كده. تمام? عشان ناس تبع عارف. يعني نفس فكرة مكالمات الطواري اللي هو نجمش باك زيرو نجمش باك لفتح قيمة التست عشان نفعل منها. دي زي الصغرة اللي انا اتكلمت عليه. تمام? دي الطريقة الوحيدة اللي تتفعل بها. عن طريق مكالمات الطواري حتى لو مش موجودة. يعني حتى لو مش موجودة اه طريق مكالمات الطواري. هتده تقش عن طريق صغرة المتصفح. وعن طريق اللي بعد كده تكمل عن طريق الصغرات اللي احنا عارفنا. نفتح بها موقع استاذ علي حساني. هنبدأ بعد كده نفعل الاديبي. تمام? الجهاز ده بقى انا جالي جهاز اعرف ازاي اللي هو معالج ميديا تيك. زي ما تشوفيك انا بنعمل غلق للتليفون ومت مرة شرحت الطريقة دي ونضغط على التعريف ده. طبعا كل الناس مسبتها التعريفات. بنضغط على زر تعلية الصوت وخفض الصوت عشان ده مسؤول عن التبويط الهاتف. يعني بيظهر لك الجهاز بقى معالج ميديا تيك ان شاء الله. طبعا لو عجبك شرح بتعمل زر الجرس وما ان شاء الله صاحبك عشان غيرك استفاد. وانسنساش تدعمه لو عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.